هاتكلم في المحاضرة دي عن السيريال كمميكيشن في الـ 851 هندي الانتروكشن عموما على السيريال كمميكيشن والسيريال كمميكيشن باسس الموجودين في المايك كنترولر هنتكلم على الاسينكروناس versus السينكروناس كمميكيشن هنتكلم على بلوك دياجرام بتاع الـ UART هنتكلم على clock requirements بتاع الـ UART هنتكلم على how to program الـ UARTs الموجودة عندنا في المايك كنترولر هنتكلم على الـ operation mode بتاع الـ UARTs هنتكلم على الـ boot rate calculations وندي مثالة على timer 1 وندي مثالة على timer 2 ونشوف الـ initialization في حالة timer 1 والـ initialization في حالة timer 2 أو timer 4 في الآخر هنتكلم على الـ operation using interrupts ونشوف الـ reception والـ transmission بتاع الـ data بيحصل ازاي كـ programming exam بداية لازم طبعا نفرق بين نوعين من أنواع الـ communication الـ parallel communication و السيريال communication في الـ parallel communication احنا بنبعث كل الـ byte أو الـ word اللي احنا بنبعثها على multiple parallel wires يعني basic لو عندي 8 bits يبقى في عندي 8 wires in parallel وكل الـ data بتتبعت عليها في نفس اللحظة من transmitter للـ receiver السيريال communication مختلف احنا بنبعث الـ data bit by bit over a single wire فباسيكي طبعا شكل الـ parallel communication الـ 8 bits بيوصلوا في نفس الوقت هنا بيوصلوا bit by bit فشكل الـ parallel communication ممكن يبقى أسرع بس اكشولي هنلاقي ان reality بتقولنا ان عندنا دلوقتي كل الـ high speed interfaces كلها سير الـ communication السبب بتاعك كده الحقيقي ان احنا عندنا في الـ parallel communication لازم الـ data توصل كلنا في نفس اللحظة عشان تتقري كلها بشكل سليم لو كان عندي اي delay ودي بتحصلين حقيقة في الـ very high speed communications ممكن يبقى فيها عندنا بعض الـ channels ممكن تبقى أبطأ من بعض الـ channels تانية بيوصلها بجده نسينكرونايز كل الـ bits بتاعت الـ data اللحظة في نفس الوقت فبالتاني هيدا نقول سيريال communication اكشولي هو دلوقتي المور كامن عن الـ parallel communication وممكن نفرق السيريال communication لنوعين Asynchronous و Synchronous السيريال communication باس الموجودة بقى في منها انواع كتير حياة very popular منها الـ RS-232 اللي هي بنستعمل فيها الـ UART بدينا نتكلم عليها النهاردة بتركيز في حاجة اسمها الـ SPI اللي هو الـ Serial Preferred Interface في حاجة اسمها الـ SMBus اللي هو الـ System Management Bus وفي حاجة اللي هي مشهورة دلوقتي بنستعملها في الـ hard disks دلوقتي اللي هي السيريال ATA أو SATA طبو ممكن نضيف له مثلا دلوقتي الـ protocol بتاع الـ PCI Express برضو اعتبر سيريال انترفيس بالتكلم عن حاجات كتيرة جدا دلوقتي بقت منتشرة كلها بتستعمل سيريال انترفييس بالنسبة اللي هو الديفايز بقيتنا احنا ديه C851F020 فيها 2 UART 1 SPI و 1 SMBus فباسيكلي احنا نركز على الـ UART دلوقتي وبعد كده هنمعرفين نفس الطريقة اللي احنا بنستعملها في الـ UART باسيكلي بنبص رضو على الـ SPI أو على الـ SMBus ونستعمل نفس الطريقة برضو بنبص على الـ SFR المخصوصة بتاعة الـ SPI أو بتاعة الـ SMBus ونقدر الانترفيس معها عشان نعمل السيريال كومينيكيشن نحن عايزين نعمله فباسيكلي الـ UART هو الـ Universal Asynchronous Receiver Transmitter زي ما احنا قلنا وده المسؤول على ان هو يطلع علينا انترفيس بالبروتوكول بتاع الـ RS232 احنا قلنا فيه نوعين في السيريال كومينيكيشن ممكن يبقى Synchronous و Synchronous الفرق بين الانتين حقيقة فيه الـ Clock الـ Clock جاي منين فمع الـ Synchronous communication الـ Transmitter و Receiver Do Not Share A Common Clock يعني باسيكلي كل واحد فيهم شغال بالـ Clock بتاعته مالوش علاقة بالتاني خالص كل واحد فيهم بيبعت الـ Bit Stream بتاعه او بيستعب الـ Bit Stream اللي جايله من غير ما يكون فيه اي Clock Line مثلا موجود بين الاتنين الحاجة اللي بتخلينا نعمل Synchronousation بين الاتنين دول او نخلي الاتنين يداري وتفاهمه ان احنا نحدد حاجة بنسميها الـ Board Rate او حاجة اسمها Bit Rate بتاعت الـ Bit Stream اللي جايله دوت وبمعرفة الـ Boot Rate دوت بنقدر بين الاتنين احنا نقدر نفهم الرسالة اللي مبعوتها من الـ Transmitter للـ Receiver فباسيكلي في الـ Transmitter الـ Operation بتاعه انه بياخد وان بايت وايت يعني بارل الـ Data بتخش على Transmitter نفسه وبعد كم تيني عملها زي Shift Register كم تيني الـ Transmitter ده عشان يطلع الـ Data على الـ Transmission Line بتاعنا الناحية التانية لما بيجيله الـ Bit Stream دوت بيبتلي برضو ياخد ويستنى الـ Period بتاعت كل واحدة من الـ Bits اللي موجودة دي حسب الـ Bit Rate أو الـ Boot Rate بتاعنا نقدي ايه ونعملها Shifting بحيث نحنا في الاخر نقدر نكمل الـ Word كلها تبقى ايه موجودة عندنا في الـ Receiver فممكن نعتبر نحنا الـ Transmitter بتاعنا هو Parallel to Serial و Receiver عبارة عن Serial to Parallel Interface ممكن بقى نعرف شوية حاجات اساسية جدا هي بتمثل لنا الـ Components بضعة الـ Asynchronous لـ Communication لازم بفيه عندنا حاجة اسمها Start Bits بتإنديكيات الـ Beginning of the Data ويرد بفيه عندنا حاجة اسمها Stop Bit بتإنديكيات الـ End of the Data ويرد بيبقى فيه ساعات عندنا دي optional دي بتبقى added علشان نعمل بها Arrow Detection الـ Parity Bit دا ما احنا شفنا قبل كده في الـ Status ويرد بتعد عدد الوحايد الموجودة وحسب الـ إذا كان الوحايد دي Even ولا Ud بتغيرينا الـ Parity Bit دي بتساوي كم فانا ممكن ان انا بعد ما رسيف الـ Word عدد عدد الوحايد الموجودة عندي في الـ Word اللي انا عمدترها Reception واتأكد من الـ Parity Bit دي ان هي مظبوطة او مش مظبوطة الـ Data Bit نفسها بقى بتبقى طبعا في النص بين الـ Start وبين الـ Stop الـ Board Rate وهي دي طبعا الرسالة الاساسية اللي انا بقيتها طبعا مفيش كلام الـ Board Rate نفسه بقى هو الـ Bit Rate بتاع الـ Serial Port اللي انا بقعمل بيه communication لكل الحاجات يعني الحاجات دي بتتبعت كل Bit بتاخد وقت متحدد بالـ Board Rate بتاعي ده كام وده بيبقى عبارة عن رقم Per Second يعني عدد الـ Bits اللي انا بقعتها Per Second الـ Throughput بتاع الـ System دوت او الـ Actual Data Transmitted Per Second هي عبارة عن Total Bit Transmitted منس الـ Overhead يعني انا دلوقت انا بقاجي ببص على كل الحاجات اللي انا ممكن بقعتها اللي هما الـ Start والـ Stop والـ Parity والـ Data من كل دول الحاجة الحقيقية اللي بتمثل لي رسالة او Data حقيقية هي Data Bits فباسيكلي لو انا عندي One Start Bit One Stop Bit One Parity Bit وتمانية Data Bits يبقى معنى كده انا بقعت واحد اتنين تلاتة وتمانية حداشر من الحداشر دول انا عندي تمانية بس هما الـ Operational تمانية بس هما اللي موجود فيهم Actual Data فلازم ان انا Scale الـ Rate بتاعي بـ 8 على 11 عشان نعرف الـ Actual Rate بتاعك ناخد مثال تاني لو انا عندي بود ريت مية وخمستاشر متين مية وخمستاشر متين بود ده يعني مية وخمستاشر متين بيتس بر ساكند بتسمى بود معنى هنا بيت بر ساكند فلو انا استعملت 8 bit data One Start One Stop دول اللازمين دول لازم يكونوا ضروريين موجودين وما استعملتش باريتي بيتس خالص يبقى معنى كده انا ببعت عشرة بيتس عشان ابعت data بمقدارة 8 بيتس فمعنى كده الـ Actual Throughput بتاعي اللي هو الـ Actual Data اللي بتبقى transmitted per second هي الـ Rate بتاع الـ Bitrate بتاعي اللي هو مية وخمستاشر متين ده في تمانية على عشرة لان انا عندي تمانية بيتس بتوع data على عشرة bits transmitted اللي هما بيينكروت جواهم الـ Data يعني بيبقى داخل فيهم الـ Data الحقيقية بتاعتي زائد بقى الـ Overheads الموجودة اللي انا بطارة ابعتها عشان اللي انا define الـ Start والـ Stop والـ Parity بتاعتي الـ Data اللي انا ببعتها بيوصلي طبعا الـ Rate بتاعي الحاجة أقل لشوية من الـ Rate اللي انا بكون عمله او بكون عمله definition او بمختاره في الـ Boot Rate بتاعي ده الشكل بتاع الـ Asynchronous Serial Communication لو انا ببعت One Word بيبقى الشكل عامل كده بيبقى عندي Start Bit دايما بتبقى Zero بيبقى في عندي Parity Bit ممكن تبقى موجودة او مش موجودة بيبقى في عندي One or Two Stop Bit ممكن موجودين في الاخر ده كله بيعرف لي One Asynchronous Byte طبعا بتكلم ان انا دلوقتي يعني الشكل بتاع حاجة زكية طبعا سهل ان هو يبقى Implemented بس طبعا بيبقى 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 Two or Three Control Bits أكسرا علشان كل 8 bits اللي انا ببعتهم فبالتالي بيبقى في عندي Overhead ما هواش قليل يعني بيمثلني نسبة كبيرة من الـ Data اللي انا ببعتها اصلا فيه في الـ Asynchronous Byte اللي انا ببعته فالحاجات دي طبعا بتبقى مفيدة في Low Volume Transmission يعني لما اجي مثلا اعمل communication بين device بتبعت مثلا الـ Status بتاعتها او بتبعت راقم مثلا كل فترة علشان تدي مثلا اراية مثلا بتاعت measurement معينة جي بتبقى مفيدة فيها بتبقى سهلة طبعا واقدر اعملها verification وفي عندي طرق كتير حقيقي ان انا اقدر اعملها reception وفي عندي دلوقتي devices كتير حقيقي عندها قدرة نهية communication فممكن انا فعلا استعملها في حاجة زي كده لانا لو بتكلم مثلا على hard disk بيبقى عنده data كتيره وبقى من transmission لـ volumes كبيره من الـ data طبعا حاجة زي كده يبقى الـ overhead بتاعها ضخم جدا فالحاجات دي اللي هو الـ UART او RS-232 based communication ما بيبقاش مناسب لحاجة زي كده فنبقى فاكرين دايما ان الـ RS-232 ده مناسب للـ low volume transmissions الـ synchronized serial communication بقى بيبقى عندنا transmitter والـ receiver sharing a common clock يعني هنا بنبعت الـ data على الـ line كده ونبعت معا الـ clock كمان فباسيك اللي بيبقى في عندي اكن هنا shift register وهنا shift register ثاني والـ clock بتاع الـ 2 واحدة فمعنى كده clock اللي انا بتترانسميت فيها بشفتي فيها shift register دوت هي نفسها بتشفت الـ shift register الثاني اللي موجود في الـ reception فباسيك اللي كنا عامل حاطت 2 shift registers cascaded مع بعض فطبعا الـ communication كده بيبقى ابسط بكتير جدا طبعا بس تلقى بالاساسي طبعا ان انا عندي 2 lines موجودين بدلا ما كان عندي single line فدي طبعا ممكن تفرم معا ان انا عم يحتاج ان يبقى في عندي clock يعني زيادة يعني خط زيادة لازم يبقى available عندي في الـ mic controller بتاعي عشان يسمحني ان انا اعمل الـ communication بالشكل ده فطبعا الترانسميتر بيشفت الـ data برضو بياخدها parallel ويشفت it out in serial format وباسيك اللي بيبقى الـ clock as a separate signal ما بيبقاش بقى ساعتها محتاجين لـ start ولا stop ولا parity bits اللي احنا فعليا عارفين هنا البداية فيه النتيجة للـ clock يعني هو هنا مش هيبتدي يعمل الـ reception اذا كانت الـ clock دي موجودة فلو كان الـ clock دي مش موجودة يبقى معنا كده مفيش transmission لو كان الـ clock دي موجودة بيبقى الـ data بتبقى transmitted وهما الاثنين كده كده يعني مع بعض فمش محتاجين ان انا احط معهم كل الـ bits الزيادة اللي كانت موجودة قبل كده الـ reception بياخد الـ data دي serially وبعد كده بيخليها available كـ parallel word كده بحيث اقدر اقراها وقدر استعمالها بعد كده فبالتالي الـ reception بتاعي بيبقى أبسط بكتير بس طبعا العيب هنا الاساسي طبعا انا مش حاجة ظريفة ان هيبقى عندي two lines dedicated لحاجة ممكن نعملها بـ single line وفي كل الاحوال الـ type of communication اللي بيش شكل ده عادة ما ينفعش ان احنا نحطه او نستعمله في حاجات يبقى فيها برضو high volume للـ transmission بتاعي لازم برضو نستعملها بحاجات يبقى الـ volume of transmission بتاعي ما يبقاش عالي لان الـ rate بتاع الـ clock والـ data هنا ما نقدرش نقل عن حد معين فما نقدرش ان احنا نخلي الـ rate ده يوصل مثلا ان هو ينفع لـ hard disk او ينفع لحاجة فيها كاميرا مثلا بتبعت الصور بتاعتها serially او حاجات زي كده لازم نبعت حاجات تبقى كلها يعني data بحجم قليل والوقت بتاعها برضو بنبعت فيه ما بيبقاش عليك constraints كبيرة الـ block diagram بتاع UR بالشكل ده كده بيبقى عندنا فيه فرق بين tx و rx بيبقى فيه عندنا tx clock لها source و rx لها source مختلف بيبقى فيه عندنا source pack 2 clocks دول جايرنا من حاجة اسمها UR baud rate generation logic هنكلم عليها في السلايد اللي جاية وفي كل واحدة من دول بقى الـ data بتاعتها بتطلع لي على line defined by crossbar لو احنا فاكرين المحاضرة بتاعت crossbar كان اول حاجتين موجودين عندنا في crossbar هو الـ serial communication channel zero channel 1 فباسيكلي احنا ممكن نحدد باستعمال crossbar نحدد بقى pins موجودة عندنا في i-o ports زيتنا من p0 و غاية p3 عشان يبقى هم rx و tx بتاع UR 0 و UR 1 بيبقى فيه عندنا شوية control bits كده بتحدد لنا type of communication احنا عايزينه نحدد اذا كان عندنا مثلا فيه parity ولا مفيش parity بنتكلم على اذا كان فيه stop bits واحدة او two stop bits و بنحدد فيه عندنا كده ممكن احنا نحددهم باستعمال configuration register بتاع serial communication ده و في الاخر بيبقى فيه عندنا input buffer و الـ input buffer ده بياخد الـ data و يبعتها بعد كده لـ tx control عشان تتبعت يعني تيجي هنا parallel وتتبعت بعد كده serially او بالعكس هنا بيبقى فيه عندي برضو buffer بياخد الـ data اللي جايلي من rx control عشان تخشيلي في register و بعد كده اقراه بطريقة parallel نتكلم دلوقتي بقى على الـ boot regeneration بيحصل ازاي الـ boot regeneration طبعا هو الـ clock اللي بتخلي الـ data بتاعتنا تبتدي تتحول من parallel word تتحول لـ bit stream communication line فبتكلم دلوقتي ان هي الـ logic بالشكل احنا شايفينه هنا دوت كده ممكن يجلنا من timer 1 overflow او ممكن يجلنا من يعني timer 4 او timer 2 حسب معنا بتكلم على timer 2 بنستعمله فيه r0 و timer 4 بنستعمله r1 فبتكلم مثلا ان هي الـ clock اللي جاية بتنقدر نقسمها rx clock او tx clock طبعا حسب انا بكلم على اني واحدة فيه لو انا بكلم على timer 4 بكلم على rx1 و tx1 لو بكلم على timer 2 بيبقى rx0 و tx0 و في كل الاحوال timer 1 اللي هو بيشتغل في المود اللي هو بتاع 8 bit timer with auto reload اللي هو mode 2 بتاعه ممكن احنا نشغله يشغل الـ 2 الحقيقة ففي الحالة دي عموما هنلاقي ان احنا عندنا في mode بتاع timer 4 هنلاقي ان timing diagram timer 4 في الحالة دي لما بستعمله ك mode regeneration بيلاقي ان هو مختلف شوية لاني system clock بتاعتي بيبقى مقسومة على 2 او جاية من برا و دي مختلفة شوية عن اللي كنا بنشوفها قبل كده كان في عندنا لو احنا فاكرين في جزء بتاع timer 4 كان في عندنا system clock مقسومة على 12 او هي زي ما هي لا هنا مختلفة شوية ولو انا اختارت ان هو جايلي من هنا كده يبقى اختارت ان هو timer يبقى معنى كده اختارت system clock divided by two وبعد كده بتبقى دخليك clock بعد كده ما بعد ما يحصل overflow طبعا ده بيبقى برضو فيه auto reload وده 16 bit auto reload timer هنا ما بياخدهاش مباشرة كده وخلاص ودخلها بعد كده على rx1 لا ده بيقسم على 16 ففعلا بنلاقي ان clock بتاعتنا اللي جايلنا من timer 4 دي اكشري مقسومة على extra 32 يعني على 16 من هنا على 2 من هنا على 32 نفس الكلام اكشري بيشوفوا هنا timer 1 overflow بيبقى جايلي مقسومة على 2 ويخش برضو هنا يبقى معصومة على 16 او يخش هنا يبقى معصومة على 16 يبقى معنى كده بيبقى فيه عندي برضو 32 موجودة بقسمها على بقسم clock اللي جايلي من timer overflow عليها يعني الrate بتاعي بيبقسمها على 32 زيادة غير اللي جايلي اصلا من timer اللي انا كنت اعمله programming timer 1 action مش مختلف عن اللي شفناها قبل كده في timer operation lecture timer 4 هنلاقي ان هو مختلف نتيجة ان clock بتاعته هنا شكلها مختلف شوية فهنا بنحط هنا value بتاعتنا اللي احنا متوقعينه يتشغل لنا تجملينا time بتاع البودريت اللي احنا محتاجينه ونبقى عاملين في اعتبارنا system clock هنبقى معصومة على 2 ومقصومة على 16 ونفس الكلام بالنسبة ل timer 1 بنفس الطريق you are to block نفسه ببقى access by 2 SFRs sbuff 01 و scon 01 sbuff ده هو ال buffer serial port buffer ده اللي بياخد يعني فيه 2 essential buffers writing load data to be transmitted reading accesses receive data from the buffer يعني basically لما اكتب في sbuff sfr دوت انا basically بحط ال data اللي تبقى transmitted لما ارى بقرى ال data اللي received فbasically هم actually two separate and distinct buffers بس هم مكتوبين في نفس ال address لما بكتب بيبقى access واحد فيهم ولما بقرى بيبقى ال access التاني فطبعا بيبقى بالنسبة لي اسهل شوية يا ممبل اثنين حاجة واحدة علشان لما يجي يبقى عندي نفس ال address بيبقى ابساط للحقيقة في التعاون معها في داخل ال program بتاعي ال control register اللي هو c report control register اللي هو scon01 في ال status وال control bits بتاع ال ur فbasically نطع نستطيع بيبقى ال operating mode ال status bit بتإنديكات ال end of character and transmission or reception يعني اعرف منين اذا كان ال transmission خلص والا reception خلص بعرفهم من status bits موجودة في ال register دوت فbasically ممكن انا استعمل ال status bits دي ان انا عمي بيبقى ال pullings زي ما احنا شفنا قبل كده في ال timers وفي ال tod والحاجات دي كلها ممكن انا اقبقى ال bits دي او ممكن ا program ال interrupt بتاع ال serial communication بحيس ان ال bits اللي ايه بتاع الترانسميشن ورسيف ال reception complete دي يعني ممكن تجنرات ال interrupt مخصوصا عشان اقدر اعرف به ان هو خلص فعليا بده ما اعد استنى واعمل طبعا ال operation بتاع ال u art بيحتاج clock input عشان يعمل bit timing عشان احنا محتاجين very accurate bit timing عشان الحاجة اللي بقعتها بود ريت معين لازن تبقى رسيف دي نفس البود ريت ده بطريقة سليمة ناحية تانية otherwise مش هتتفهم الرسالة اللي احنا بعتينها فالبود ريت نلاحظ ان هي دايما اقل من mcu system clock وطبعا لما هي كده بمعنى system clock ما نقدرش نسعملها مباشرة عشان نعمل بها ال u art clock فعادة بنعمل timer operation يعني شغل بها timer نشغل ب system clock the timer وال timer لما يعمل overflow ناخده بعد كده نعمل u art clock generation فباسيكلي لو احنا بناعمل حاجة زي كده احنا اكشنا بنديفايد system clock دي باي timer يعني اللي هو timer value اللي احنا بنعمل بها timing دي اللي هي initial value بتاعت timing دي او value بتاعت timer نفسه بيشتغل مدة قد ايه علشان في الاخر نحصل على clock تبقى قيمة اقلب كتير جدا من system clock على سبيل المثال لو بنتكلم على mcu system clock 22 ميجا u art boot rate ممكن يبقى مثلا حاجة اكيد اقل من 115 متين فبنتكلم على فرق كبير اوي بين الاتين دول وبعض فبحتاج ان انا اعمل ااخد الاتين وعشر ميجا دي وفي الاخر اوصلها تبقى قريبة من ال 115 متين دي والحقيقة كمان مش محتاجانها قريبة وبس محتاجانها تبقى ب accuracy plus minus two percent or better ده requirement في السير الكمميكيشن علشان في ال rs232 بزدات يعني علشان يعني يقدروا ان هم يعملوا communication without errors لو انا ببعد حاجة ب bit stream rate مثلا معين وهو بيستقبل بتايمينج مختلف شوية يبقى معنا كده ممكن في وقت من الاوقات يعمل miss timing فباسيكلي ممكن البيت تتقري مرتين وبيت اللي بعدها تتقري مرة واحدة او تبقى neglected او ما تبقاش تشاف خالص ففي الاخر الجتر اللي بيحصل بالنسبة للclock دوت ويخليلي الclock نفسها ما تبقاش accurate ممكن يعمل لي اخطاء بعد كده في ال reception فباسيكلي رسالة اللي ببعتها بتبقى كده ما ببعتها فلازم عشان to meet this accuracy requirement external crystal oscillators with accuracy of point one percent or better are typically used in systems that use UART فمعنى كده انا ما ينفعش دلوقتي استعمل حاجة الاكريست ويعتها اقل من point one percent لو احنا فاكرين عندنا ال internal oscillator كان الاكريست بتاعته plus minus 20% فده ما ينفعش بالتاكيد عشان نستعمله مع UART لازم ان احنا نستعمل crystal oscillator زي ما احنا كنا فاكرين برضو كان بيبقى عندنا crystal oscillator defined باربه اقام عشرية علشان يبقى الاكريست فعلا بتبقى يعني احسن من point one percent علشان نقدر ان احنا بيها لما نيجي نقسمها بعد كده ونطلع منها UART clock يبقى UART clock دي stable ونقدر بيها فعلا نعتمد عليها انها يتطلع لنا باكرسي عالية احنا نقدر في الحقيقة ان نختصر ال programming steps بتاعت ال UART بالخطوات اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي اول حاجة لازم نكون فيجور للdigital crossbar علشان ننابل UART operation ده بيبقى يعني بيالاو ان يبقى عندنا TX والRX lines يبقى موجودين على pins موجودة على external pins بتاعت الماك كنترولر لو احنا ما عملناش كده ال default ما بيقاش فيه access للTX والRX pins دي على ال external pins اللي موجودة على الماك كنترولر فلو احنا فاكرين كنا بنعملها ازاي ممكن نرجع لمحاضرة بتاعت ال crossbar هلا ان احنا كنا بنخلي الاول حاجة لازم نخلي TX pin بازاي عشان نقدر نبعد بيها ما بقاش في مشكلة فان احنا نبعد بيها ال Rx pin already هي configured as open drain ودي اللي احنا محتاجينه عشان يبقى بالنسبة لنا ال line ده نقدر نستعمله بالنسبة لل digital crossbar بنـ enable TX 0 او Rx 0 او TX 1 او Rx 1 حسنا نستعمل UART 0 او UART 1 وطبعا دي بنـ program XPR 0.2 بنسبة UART 0 او XPR 2.2 for UART 1 وطبعا في الاخر لازم نعمل X-bar enable عشان نـ enable X-bar اللي هو اللي عملناه بـ programming ده انه هو يبقى شغال بالشكل اللي احنا عملناه لـ programming الاسابة الثانية احنا بقى نـ initialize الـ appropriate timers for the desired bode rate generation Timer 1 الحقيقة can be used to generate bode rate for UART 0 و UART 1 وده بيشتغل في المود 2 اللي هو بيبقى في عندي 8 bit auto reload Timer 2 هو already بيشتغل في المود انه هو فيه مود برضو مود 2 بتاعه بيشتغل 60 bit auto reload فده timer 2 ممكن نستعمله مع UART 0 كbit bode rate generator وطايمر 4 بنفس الشكل هنفكرينه اتنين كانوا identical لبعض بس طبعا مختلفة شواء صغيرين بس نفس طريقة الـ programming timer 2 و timer 4 واحدة timer 4 can be used to generate bode rate for UART 1 بعد كده بنـ enable ونـ disable حاجة مسميها bode rate doubler في عندنا بيت معينة كده الـ boot rate بتاعنا يعني basically اما يبقى double اما يبقى زي ما هو فده بالنسبة لنا بيبقى بيحدد لنا برضو بيغير لنا clock rate بتاعنا بيبقى عامل ازاي يعني ده واحدة من الحاجات اللي انا بخدها وانا بـ program timer زي ما هنشوف بعد شواء صغيرين فده بتحدد لنا يعني الـ boot rate بتاعه لو برقم معين لو انا بحط الـ bit دي بواحد او بزيرو لازم اخدوا رقم مختلف بالنسبة للـ boot rate ده لما جاء program timer لـ operation بتاعها لان الـ boot rate هنا ممكن يبقى زي ما هو او ما سوما على اثنين ممكن بعد كده select serial port operation mode و enable or disable you art reception حسب بقى ما انا عاوز يعني طبعا هنلاقي في عندنا كذا operation mode هنتكلم عليهم دلوقتي وبعد كده ممكن لنا بعد ما عملت الـ operation mode بتاعي ممكن اـ enable or disable you art reception اذا كنت عايز يبقى في عندي reception او لا مش عاوز بعد كده لو انا عاوز اشغل الـ you art بتاعي ده في الـ interrupt mode enable interrupt بتاع you art و settle priority لو انا عاوز انه يبقى فيه priority لو احنا نفاكين كان في عندنا two priorities high priority و low priority low priority كانت الـ default فلانا عايز اخليها low priority خلاص تفضل زي ما هي مفيش تغيير انما لو عايز اخليها high priority ممكن اخليها هنا settle priority تبقى مختلفة وطبعا في الاخر لازم اـ enable الـ global interrupts بالنسبة للـ interrupts بتاعتي عشان تبقى كلها شغالة مايبقاش فيها مشكلة طبعا لما بشغل الـ interrupts هنا او وما بشغل الـ you art بتاعي في الـ interrupt mode لازم اكتب interrupt service routine مقابل الـ interrupts اللي انا عملتنا enabling دي عشان لما يجي الـ interrupt ده يبقى فيه كود ينفزه طول مباشرة مايبقاش يعني يجي وما لاقيش عنده كود ينفزه فيه مشكلة في البرنامج الـ you arts الموجود عندنا في الـ device بتاعيتنا عندها four modes of operation يعني تشتغل بربعة different modes موجودين هما selectable by two bits موجودين عندنا في الـ s-con x register الـ s-con 0 أو s-con 1 بالنسبة للـ you art 1 باسيكلي الـ mode 0 بيبقى عندنا 8 bit shift register ده بيستعمل عادتنا عشان الـ port expansion لو عندنا مثلا external latch او عندنا serial to parallel chip ومسلا موجودة بره ممكن انا اعمل بها expansion للـ ports بتاعتي لو انا مثلا عايز اطلع مثلا data parallel وكل الـ ports بتاعتي مشغولة ممكن استعمل المود ده عشان استعمله فيه حاجة ذكي عشان يطلع لي data دي بشكل parallel بره 8 bit shift register ده بيطلع لي data بتاعتي وطلع لي clock معها فبالتالي المود ده بيبقى synchronous operation بالنسبة للـ you art ما بيبقى الشغال بالـ rs232 بقيت المود الثانية الحقيقة شغالة كلها rs232 فكلهم شغالين asynchronous mode ففي الـ 8 bit you art اللي هو mode 1 بيبقى عندي variable board rate ممكن احدده بالـ cloud بتاعتي حسب الـ timer تبقى تعمل لها timing ازاي وده عادتا most commonly used mode of operation بستعمل بس فيها 8 bit of data كل مرة بعدتو مود الثانيين بيبقى data size بتاعتي فيهم بيبقى night bits فده بيبقى الاولان ده بيبقى fixed board rate بيبقى مفيش timer required فيه ممكن استعمل بقى الـ clock بتاعتي على 32 او 64 بالنسبة للـ clock طبعا بيبقى ريت عالي شوية بس بيبقى fixed ما اقدرش ان انا اغيره ده بيبقى عادة بيتعامل بين مايكرو كنترولر تبقى بتستعمل نفس الـ clock او بتبقى الـ clock بتاعيتهم بتبقى يعني similar لبعض بحيث ان انا مجا communicate بين المايكرو كنترولر دي وبعض يقدر يفهم بعض ما بقاش في مشكلة المود الاخراني بيبقى 9-bit UART with variable board rate زي شبه المود اللي هو بتاع 8-bit UART دوت اللي هو المود 1 بس هنا بيبقى عندي 9-bit data بدلا عندي 8-bit data طبعا الموست commonly used هو 8-bit data UART فغالبا هو ده اهم واحد نتكلم عليه اللي هو المود اللي هو المود 1 دوت فباسيك هنبص هنا نلاقي فيه ثلاثة مود اللي هو واحد واثنين وثلاثة دول كلهم اسنكرونس والمود 0 ده هو الوحيد الاسنكرونس مود هنبص نلاقي الاسكن اكس الرجسر ده فيه اول 2-bit دول هما اللي بيحددنا المود بتاعنا 0-0 هو shift register mode 0-1 هو مود 1 اللي هو فيه 8-bit UART اللي هو اللي احنا متكلم عليه ده طبعا متكلم على variable board rate يعني متحدده بال timer operation الواحد 0 هو مود 2 دوت منكلم عن 9-bit UART والفكس بود ريت اللي هو جاهلنا مستدسم كلوك على 32 أو 64 المود 3 هو شبه المود 1 بالزبط بس بيع فيه عندي 9-bit data بالنسبة UART طبعا نفس الرجسر ده برضو فيه بعض الحاجات اللي بنعملها برضو control او نقدر نبص عليها status bits زي مسلا SM2X دوت ده ممكن نستعمله في حاجة لما احنا منبص على stop bit نبص على stop bit ولا مبصش على stop bit يعني ممكن هنا نشيك على stop bit ونبقى عندنا لو ما كانش stop bit دي موجودة بالليفل مظبوط دي بيساوي واحد ما يبقاش عمل reception مظبوط ما يخليش reception ده activated ولو كان بزيره هنا يبقى معنى كده ان انا بقى اجنور الليفل بتاع ال stop bit او ممكن لو كان المود 2 والمود 3 بيكلم بقى على ان احنا 9th bit تبقى ignored وممكن بتكلم على 9th bit لازم تكون واحد عشان يحصل ال interrupt هنا برضو ممكن انا enable او disable reception يعني ممكن اخلي reception هنا disabled لو انا خليت ال bit دي بتساوي 0 او هي enable لو كان ال reception هنا بيساوي واحدة فيها عندنا بقى 2 bits مهمين جدا اللي هو تي اي اكس والر اي اكس اللي هي و ال reception فبتكلم على الاولين ده دا بيبقى دايما بيساوي 0 لما يكون الترانسميشن شغال بيبقى بيساوي واحد لما يكون خلاص هو عمل ترانسميشن وجاهز الوقت ان هو يبقى يعني يساوي تانى ال Rx دوت بيبقى بواحد لما يكون خلاص في word received يعني لازم يبقى يعني بعد ما يكون خلاص ال reception كامل بيبقى دا بيسواح بيبقى 0 معناها ان هو مفيش اي word received so far فالتنين bits دول هما اللي دول بيعملون الترانسميشن وال reception اللي انا بعمل عليهم بعد كده ممكن اشتغل بيهم ك interrupt mode بدل ما اعمل انا ممكن طبعا بص عليهم على وعلى اساس الليفل بتاعهم ممكن اعمل بردو نفس ال operation بتاع اللي انا كنت بعمله بال interrupt لو انا عادي اشتغل pulling انما لو عادي اشتغل يبقى معنا كده انا بـ enable interrupts اللي مقابلة لـ two bits دول transmission interrupts و reception interrupts بستنى ال interrupts ده ييجي وبعد كده بشتغل بعد كده على ال interrupt service routine علشان ابعد تاني او استقبل ال word اللي جات بيبقى في عندنا برضو بعض ال control bits موجودة عندنا في ال SFR برضو من الموجودين عندنا اليوم علاقة بالserial communication S mod 0 S mod 1 الاثنين دول حقيقى بيدونا اذا كان احنا عاملين حاجة ما نسميها UART baud rate doubler enable لو كان بـ 0 يبقى معنا كده ان هو enable لو كان بـ 1 يبقى معنا كده ان هو disabled ده اللي كنا نتكلم عليه انه هو فيه factor of 2 كده بالنسبة للbaud rate هناخده معنا في ال equation وهنتكلم عليه لما نتكلم على القيمة بتاعت ال S mod 0 أو S mod 1 وبتاعت حساب نفسه بيساوي كان لو احنا اخدنا مثال اولاني مثلا بالنسبة لان زي نستعمل timer 1 توجنية البودر 8 لو احنا نفكرين بلوك دياجرام بتاع timer 1 في المود 2 بتاعه ده كان شكله حاجة بالمنظر ده كده وده طبعا معمولة عشان timer 0 بس طبعا timer 1 هو نفس الحاجة بزلط بس بستعمل هنا T1M وبستعمل هنا بدلا ما كنت بستعمل gate 0 بستعمل gate 1 وبستعمل C slash T1 وبستعمل T1M1 و T1M0 عشان ابرمج timer mode دوت ويبقى عندي هنا 8 bit timer register وبعمل له هنا auto reload من 8 bits التانية اللي موجودين عندي في TH1 هنا TL1 وهنا TH1 زي ما احنا قلنا ان timer دوت هو بستعمل فعليه عشان يقدر يبرمج UART 0 UART 1 بس نفتكر نبقى فيه عندنا factor of 32 موجود علشان يفرق معنا الوقت اللي بجيبه من هنا دوت من الوقت اللي انا بكنت بجيبه من مجرد ال overflow اللي هنا يعني ال overflow اللي هنا ده مش هو ده ال rate بتاع البودرات لا ده بيتاخد بعد كده يتقسم على الرقم كمان علشان يطلع لنا في الاخر البودرات بيساوي كم فدلوقتي نشوفها ال equation اللي احنا بيها بنحسب البودرات بيساوي كم لو احنا عندنا هنا رقم اولا نفتكر طبعا احنا بنبتدي من الرقم الموجود هنا ونوصل لغاية يعني 256 او نوصل لغاية ما يحصل هنا overflow اللي هو بيبقى عبارة عن رقم 256 فمعنى كده العد اللي بنعده هنا لغاية لما نوصل ال overflow هو عبارة عن 256 minus ال value اللي عادة بتبقى هنا في TH0 عشان هي ده ال reload value بتاعتي اللي هي كل مرة بتتكرر هنا فهي مفروض للتنين يساوي بعض بس ناخدها TH0 عشان هي بقى هي ده اللي دايما بتبقى reloaded هنا فالعدد دوت بيتضرب بقى في ال clock اللي هي جايالي سواء system clock او system clock divided by 12 وبعد كده بقى هو ده ال rate بتاع ال overflow interrupt بتاعي ساموا بعد كده على 32 بقى علشان حسب انا كنت بستعمل 32 ديت كانت جايالي من ال block diagram اللي احنا كنا شفتها بتاع فبقى اسمع 32 وبعد كده باخد في اعتباري بقى الجزء بتاع ال boot rate doubling اللي احنا كنا شايفين وبتاع ال smd zero or one علشان نشوف اذا كان ال rate هيفضل زي ما هو ولا هيبقى في factor of two موجودة عندنا فباسيكي بتاعتنا بناء على الكلام اللي هتكلمناها دلوقتي دوت موجودة بالشكل دوت system clock نفسها مضروحة في اتناشر T1M minus 1 T1M دي بتحدد لي اذا كانت لو هي ب zero يبقى معنى كده بقى system clock على 12 لو هي ب واحد يبقى معنى كده system clock زي ما هي ده اللي كانت اول جزء خالص اللي هو entry بتاع ال system clock بتاعتنا مقسومة على 12 ولا مقسومة على حاجة مضروحة في واحد يعني فباسيكي لو انا خليت هنا دي بتساوي zero يبقى معنى كده بقت الرقم ده مضروح في 12 قص ناقص واحد يعني مقسومة على 12 في الاخر الحاجات دي كلها بتبقى عدد المرات اللي باخد فيها system clock عشان طلع لي overflow بيبقى مقسومة على 256 minus TH1 ده عدد ال clocks اللي انا محتاجها علشان ايصال لي overflow ففعليا system clock بتاعتي بتتقسم بالrate دوت وفي الاخر بتتضرب في 2 SM zero or 1 حسب انا بكلم على UART zero or UART 1 وتتقسم على 32 اللي احنا شفناها بقى عندنا في الاكواجيا دي اللي هي بتاعت لو كانت بواحد يبقى معنى كده ان دي تبقى 2 قص واحد يبقى معنى كده بيبقى في دابلنج للبودرات لو كانت بزيرو يبقى معنى كده بواحد يبقى معنى كده ما حصلش تغييري بقى ده الفاكتروف 2 بتاعنا اللي بيخشلنا في الحسابات بتاعتنا لو مثلا S mod X ده بيساوي واحد يعني UART بودرات divided by 2 disabled يبقى معنى كده ان انا بتكلم علي انه هنا воحد ويبقى معنى كده ان انا فعليا ان لو انا خدت ده حطيته ناحية التانية هنا يبقى البودراتordu بتاعي محصلوش اي حاجة خالص لو انا خليته بيساوي zero يبقى معنى كده أنا بتكلم على ان انا اللي هبقى عندي هنا واحد بن بقى عندي هنا اللي هو minute يبقى معنى كده البودرات بتاعي فضل زى ما هو ما حصلوش اي حاجة ما حصلوش اي تغيير بدل ما كان مقسومة على اثنين لما كانت اس مود اكس بتساوي واحد بقى مقسومة على واحد في الاخر البودريت بتاعي ده اللي بيبقى given actually وبحسن منه بعد كده الTH1 دي بتساوي كم يعني عادة انا بيبقى عندي مسلا بودريت معين عايز اوصله والsystem clock عادة بتبقى موجودة معروفة اللي هي الCrystal Oscillator Frequency بتاعتي بتساوي كم وبحدد ده انا بقى البرامتر بتاعتي اللي هي TH1 اللي هي الـ Reload Register بتاع Timer 1 والممكن احدد برضو ازا كنت عايز احط دي ولا مش عايز احط دي اللي هو جزء بتاع الـ Divide by 12 ده ازا كنت عايزو موجودة ولا لا وبحدد برضو الـ S Mode X ده ازا كنت عايزو يبقى بواحد ولا بزيرو من الاكويجين دي. فممكن ناخد مثال محدد لو احنا عندنا T1M1 بيساوي واحد وبنستعمل يعني بيسيك في الحالة دي بنستعمل System Clock ما هيش Divide by 12 يعني عندنا هنا اتناشر والسواحد ناقص واحد يعني ما كده قص زيرو يبقى معنا كده كلها بتساوي واحد فلو انا كان عندي System Clock زي ما احنا عندنا في الكتل بنستعملها بتاعت يونيفورستي بروغرام اه اللي هي 22.1184 ميجا هيرتز والبودريت اللي احنا عايزين نعباله generation هو اه اه يعني مية وقمساشر متين يبقى معنا كده مية وقمساشر متين دي بتساوي واحد على ستاشر في الـ Clock بتاعتنا اللي موجودة عندنا اللي هي دي اوكي ومقسومة على الرقم بتاعة اه بتاع اللي هو الكاونتر بتاعنا مفروض يبقى فيه كام يعني نقدر نحسب من هنا تي اتش وون بقى بتساوي كان بالزبط فباساك يما احنا عملنا ٣ بتساوي الكلام دا وحطينا T1M1 بتساوي كزا وحطينا بقى هنا عشان دي تبقى بتساوي واحد. اخطيناها بتساوي اه يعني حطيناها بتساوي واحد هيتبقى عندنا هنا واحد على ٢٦ مش واحد على ٢٣нов pir Hin ما احنا شوفنا في السلايد اللي فاتت. يبقى معنا كده ده يقدر يطلق لنا الـ 1500 دي بالزبط كبودريت لو احنا استعملنا timer 1 ده كclock source بالنسبة لـ UART 0 بتاعنا او UART 1. فطبعا طريقة بتاعت الحساب وطبعا كل مرة بنيجي نحسب بودريت مختلف بنعمل نفس الحسابات دي بنفس الطريقة عشان في الاخر نحسب الـ timer value دي بتساوي كامل. ده ممكن نبقى sample program كده عشان نعمل بـ programming UART عشان نعمله initialization. فبتكلم انا بعمل اول حاجة بـ setup timer 1 عشان نجنريت البودريت دوت. بحط T1M1 اللي هي بخلي نفسها زي ما هي مش مقصومة على 12. في T mode بتاعي بخلي ان هو شغال في mode 2. بحد بقى في TH1 بحط الـ value احنا حسبناها دلوقتي اللي هي الـ 0XF4 اللي بحطها كـ hexadecimal value او ممكن نحطها كـ decimal value مش مشكلة عشان نجيب البودريت بتاعي اللي انا عايزه. بـ start timer 1 علشان يبتدي يشتغل. بعد كده لما يحصل عندنا timer 1 overflow هنستعمله بعد كده علشان نريسيف بيه او نعمل بيه transmission زي ما احنا عاوزين بقى بالنسبة لـ ايه؟ بالنسبة لـ UART بتاعنا. لو احنا عايزين نعمل transmission reception بسعمال UART 0. بقى عمل initialization بقى لـ UART 0. بحيس ان هو يبقى شغال UART 0. boardrate divide by 2 زي ما احنا شفنا برضو في المسال الرقم اللي فات. ونحدد المود 1 اللي احنا بيشتغل فيه اللي هو بيشتغل كـ 8 bit UART with variable boardrate. وباسيكلي بنخلي الـ logic level بتاع الـ stop bit ignored وreceive enabled. بعد كده بنـ enable UART 0 interrupt عشان نقدر بعد كده لما يجي لنا الـ interrupt بتاع الـ UART بتاعنا دوت نقدر ان احنا بعد كده نتصرف ونقدر ان احنا يقام نقرأ الـ bit اللي وصلت لنا في الـ reception او نبعت نعرف ان الـ bit اللي احنا بعتناها بنبعادها خلاص خلصت عشان نبعت بعد كده bit تاني. ممكن بقى نعمل نفس الحاجة هي هي بالضبط بقى باستعمال timer 2 timer 2 timer 4 الحقيقية زي ما احنا قلنا هم اللي تين identical لبعض في الـ operation بس كل واحد فيهم طبعا عنده الـ register بتاعته او الـ bits بتاعته المخصوصة اللي بنقدر برمجها زي ما احنا شفنا في الجزء بتاع الـ timers الفرق هنا اللي timer 2 بيستعمل مع يو art 0 timer 4 بيستعمل مع يو art 1 فباسيكلي الشكل اللي بقى بتاعت timer 2 operation او timer 4 operation مع الـ boot regeneration شكله بيختلف عن شكل الطبيعي بتاعه اللي كلنا بنستعمله في timer operation هنلاقي هنا الـ clock بتاعتنا الـ options اللي عندنا اني system clock divided by 2 يقيم بـ external clock فباسيكلي لو احنا عايزين نشغله كـ boot regeneration يبقى ناخد system clock divided by 2 على طول مباشرة ما بقاش في عندنا بقى system clock divided by 12 او system clock نفسها علشان نستعملها مع ده ما بقاش في الـ option دي موجود عندنا في الـ operation دوت وفي الاخر حاجة اللي هي الـ overflow اللي عندنا دوت بيدخل لنا برضو بتقسم على 16 هو طالع بعد كده كـ clock انا ممكن اختار بينه بين الـ clock اللي جايلي من timer 1 زي ما احنا شايفين timer 1 اهو موجود هنا الـ overflow بتاعه موجود هنا ففي الاخر الاقي ان انا عندي برضو بحس بالـ value الموجود عندي هنا في الـ registers دي لان هي بعد كده بتبقى reloaded هنا هنا بقى الفرق هنا ده 16 بيت مش مش 8 بيت زي ما كان في timer 1 وبحسب برضو الـ clock اللي جاية من هنا وبضربها في عدد او بقى سمها بماها صح عشان هي فعليا دي بتتقسم على الرقم اللي موجود هنا عشان نشوف الـ overflow انتوا ربط ده يجي لنا كل عدد ايه وناخدها بعد كده سمها على 32 اللي هي مقابلة الـ 16 اللي هنا والـ 2 اللي هنا دي علشان نقدر نحدد الـ clock بتاعتنا بتاعت الـ RX هتتبقى عاملة ازاي وهي نفسها اللي هي بتبقى بتاعت الـ TX اللي هو بتاع نفس الـ UART فلو اخدنا بقى الـ equation بتاعت الـ timer 2 مثلا هنلاقي ان احنا عندنا بنبص على الـ system clock divided by 2 divided by 60 اللي هي على 32 الـ 2 اللي كانت في الاول خالص 16 اللي في الاخر خالص وعدد الـ steps اللي احنا بيمشيها من system clock عشان يطلع علينا الـ overflow interrupt هو عبارة عن الـ maximum بتاع الـ 16 بيت اللي هو الرقم دوت اللي هو 2.16 ماينس القيمة اللي موجودة عندنا بقى في الايه الـ RCAP اللي هو الـ reload capture register اللي هو اللي بنعمل بينه الـ reload في الاخر يعني هو ده كـ 16 bit value تبقى دي ناقس دي ويتقسم بعدك الـ system clock على الرقم ده عشان يطلع علينا الـ boot rate بيساوي كام فباسيك لو احنا اخدنا مثال برضو الـ 115 متين بتاعتنا واخدنا نفس الـ clock اللي احنا استعملناها قبل كده اللي هي 22.1184 هلا عندنا الـ RCAP بتاعتنا اللي هي الرقم بتاعتنا اللي هو الـ 16 bit word اللي هي بتاعتنا اللي هي بتاعتنا اللي هي الـ RCAP2 على بعض مش LH فنقدر نحسب بعدك الـ RCAP2 بتساوي كام؟ هلا لقى انها رقم معين ونعرف الرقم المسال اللي هو كـ hexadism ما بيبقى FFFA فلو انا عملت الـ programming بنفس الطريق هعملنا بها programming applicative timer 1 واستعملنا الـ RCAP2 دي كـ initial value او reload value بالنسبة للـ timer 2 هنقدر بيها نطلع الـ boot rate اللي احنا عايزين اللي هو الـ 1500 اللي احنا طلبنا هنا في الـ application بتاعتنا فده مثال الـ initialization بتاعنا في الحالة دي برضو بعمل الـ initialization بقى timer 2 بالشكل اللي احنا عايزينه عايزين نستعمل الـ system clock زي ما هي divide by 2 divide by 2 طبعا عشان هي دي ودي حاجة بالنسبة للـ operation دوت الموجود وبناخد بعد كده timer 2 في mode 2 نختار mode 2 عشان نستعمله في الـ boot rate generation mode بنعمل بقى capture register بتاعتنا بنعملها initialization بالـ value اللي احنا حسبناها ونستارت الـ timer ده TR2 زي ما احنا فاكرين ده هو ده اللي كان بيينابل الـ timer ان هو يشتغل وبقى setup border UART0 زي ما احنا عملنا قبل كده في الـ example اللي فات وبعد كده بقى enable interrupt بتاع UART0 زي ما احنا شفنا قبل كده علشان يعمل لنا interrupt لما الـ reception يوصل او لما الترانسميشن يخلص بنسبة بقى الـ reception و الترانسميشن بيحصلوا ازاي هما معتملين اساسا على الـ two flags اللي بيسمينه interrupt flags بتاع UART اللي هما الـ RIX والـ TIX اللي هو الـ reception interrupt flags بتاع 0 أو 1 وبرضو الترانسميشن interrupt flags بتاع 0 أو 1 الدور موجودين في الـ ASCON 0 أو 1 زي ما احنا شفنا هما اساسا اللي بيلعبوا الدور الاساسي في serial communication عشان يقدروا يعملوا لنا synchronization بين الحاجات اللي مربعاتها والحاجات المستقبلة الـ bits دي بتبقى set by hardware but must be clear by software يعني basically انا الـ hardware مثلا لما ببعت حاجة معينة بيغيرلي القيمة بتاعت الترانسميشن interrupt flag دوت ولما بيستقبل حاجة بيغيرلي الـ value بتاعت الـ reception interrupt flag انا بعد كده لما استعمل الحاجة دي او اخد بالي من الـ flag دوت برجعه تاني زيره علشان اعرف ان انا خلاص كده ايه الحاجة اللي هي الـ flag اللي كان موجود ده خلاص بقى reset عشان بعد كده ما بصلوش تاني وافتكر ان فيه حاجة تانية جديدة جد فمسلا RIX اللي هو الـ receive interrupt flag set at the end of character reception and indicate receive buffer full يعني معنى كده ان انا عندي الـ buffer بتاعي اللي هو الـ sbuff اللي احنا كلنا متكلم عليه دوت ان فيه data موجودة جاية لي من الـ reception فمعنى كده ان انا لو خدت الـ data اللي موجودة هنا دي لازم اـ reset الـ flag دوت عشان بعد كده ما بصلوش افتكر ان فيه حاجة جديدة تانية او وصلت فالـ condition ده طبعا ممكن نستعمله ان احنا في الـ software بتاع ان احنا نعمله او ممكن احنا نعمله programming to cause and interrupt فباسيك لو احنا عايزين احنا نقرأ برضو character from the device connected to the serial port command port بتاع PC مسلا it must wait until RIX is set then clear RIX and read the character from sbuff x يعني معنى كده ان انا دلوقتي لو انا بستقبل word يبقى معنى كده ان انا بستنى لغاية لما RIX اللي هي الـ receive interrupt flag دوت يبقى set يعني بيساوي واحد لازم في الاول clear RIX ده عشان نبقى خلاص انا كده اعملت acknowledgement للـ interrupt دوت او للـ flag دوت يبقى انا خلاص كده رجعته زي ما كان وارى بعد كده الـ word اللي موجودة عندي في sbuff او الـ character اللي موجودة عندي في sbuff دوت يعني عشان استقبل الـ word اللي هي جات لي في الـ reception فباسيك لازم الـ sequence ده نمشي كل مرة ولو نسينا ان احنا نعمل موضوع بتاع clearing الـ flag دوت بيبقى عندنا دايما مشكلة كبيرة ان احنا بنفضل نقرأ نفس الـ word اللي وصلت مرة واحدة نقراها كذا مرة ان هما اكدناها word جديدة وده حاجة طبعا مش مظبوطة في الـ program بتاعنا فده مثال مثلا لي الـ reception بتاع الـ data ممكن نعمل الكلام ده في reception interrupts يعني ممكن يبقى في عندنا ISR بتاع UART zero اللي هو بتاع circle communication UART zero ببصع الـ flag بتاع الـ reception لو كان بيساوي واحد يبعرف ان فيه reception حصل فباخد الحاجة اللي موجودة في الـ buffer دي احطها في variable بتاعي انا بقى واخلي الـ flag ده ينزل 0 تاني لو خليته بيساوي واحد يبقى معنى كده لو انا عامل initialization بحيث الـ interrupt ده يبقى enabled يبقى معنى كده يرجع تاني يخش في الـ interrupt service routine ده تاني يفضل بقى يلف تاني يعني يفضل ينفذ الـ interrupt service routine ده forever فيبقى البرنامي بتاعي يعني يحصل له hanging يعني على الجزء ده فباسيكلي لو كان عندي بقى نفس الـ interrupt وهو هو ممكن يستعمله لو هو الـ interrupt service routine بتاع UART zero ممكن يستعمله برضه عشان شوف اذا كان الـ reception خلص ولا لا فباسيكلي لو انا دلوقتي الـ flag ده بقى بيساوي واحد معنى كده ان انا دلوقتي يعني بعدت ورد او انا بقى بعت ورد وخلاص الـ ورد زيت بعتت خلاص بقى خلاص رادي ان هو يبعت ورد تانية فباسيكلي انا ممكن اخليه بيساوي صفر بقى ولو كنت عايز ابعت ورد تانية ممكن ابعتها في الوقت ده فعامتا الفلاج بتاع الـ transmission interrupt او الـ reception interrupt flags باسيكلي لازم بعد ما اكناولج ان هو بيساوي واحد او اعرف ان هو بيساوي واحد لازم ارجعه تاني بيساوي صفر باي صفتوير الـ hardware مش هرجعه لي بيساوي صفر تاني يعني الـ hardware هو اللي بيعمله setting لواحد بيساوي واحد والـ software هو اللي بيرجعه بعد كده بيساوي صفر تاني بعد ما انا اعرف ان هو بقى بيساوي واحد فبنسبة للـ transmission بقى الـ transmission interrupt flag is set at the end of character transmission and indicates that transmission buffer is empty يعني باسيكلي انا دلوقتي لما باجي اكتب حاجة في الـ buffer هو بيعرف ان انا once ان انا كتبت بيعرف ان انا عايز ابعتها فبتدي يعمل لها transmission بيفضل الـ TIX flag دوت يفضل بيساوي زيرو لغاية لما transmit buffer ده يبقى خلاص يبقى بعد كله يبقى انا هو بعت خلاص الـ word اللي هو ان انا مفروض او الـ character انا عايز ابعته ده يكون بعته بالكامل يديني الـ flag ده تاني بيساوي واحد معناه ان انا اقدر اكتب تاني واضرب بعد تاني another word فباسيكلي او الـ application بتاعنا عاوز يبقى character to the device it must first check that the serial port is ready يتاكد ان الـ flag دوت ready اللي هو TIX دوت بيساوي واحد وبعد كده بيبقى الـ word بتاعته دي ويخليه بيساوي صفر علشان هو بعد كده لما يخلص يرجع وتاني يساوي واحد فنعرف ان هو خلص الترانسميشن فممكن الكلام ده برضو نشوفه في كود بالشكل دوت كده ده initialization بقى الـ interrupt يعني interrupt يعني based UART عشان نعمل بيساوي للـ data بنعمل برضو نستعمل مثلا timer 1 فنعمله initialization هنا وباسيكلي بنعمل برضو initialization UART zero زي ما شفنا قبل كده بنـ enable UART zero interrupt اللي هو بيجلنا في الترانسميشن او الـ reception ونخلي بقى الـ RI zero بتساوي zero initial value والـ TI zero بتساوي واحد كانيشن value عشان نعرف ان هو ايه ready to transmit يعني في الاول خالص هو بيبقى يعني في الاول خاص هو ما بعتناش بيه حاجة قبل كده فلازم نحطه بيساوي واحد عشان هو فعليه ما بعتش اي حاجة قبل كده فنعمله initial value بيساوي واحد وانس ان دي بقى بتساوي واحد هيروح لـ interrupt service routine بتاعنا اللي هو بتاع الـ ISR بتاع UART zero هنشوف في UART zero بقى تعمل ايه لما يكون الـ transmission interrupt flag ده بيساوي واحد في الـ interrupt service routine بتاعنا بقى بتاع الجزء دوت هنلاق ان احنا عندنا لو احنا عايزين نبع بقى stream of bits او stream of bytes مثلا عايزين نبعط الحاجة اللي موجودة عندنا مثلا في الـ buffer دوت في الـ send buffer ده عايزين نبعطها الـ computer تاني او الـ device تانية باسيكلي بنعمل while ti zero بتساوي zero طول ما هو مشغول يعني كل ما دي بتساوي zero ومعنى كده هو مشغول بيبعط لما دي بتساوي واحد يبقى على طول بيصفرها عشان يبقى عارف ان هو كده يعني رجع تاني الـ flag بقى zero ويبعط الـ word اللي عايز يبعطه يعني او لما يحط s-buff zero بتساوي اي حاجة هو بيعرف على طول once ان احنا حطينا value في الـ s-buff zero دي ان هو المفروض يبعط الـ value دي بالـ serial transmission هتفضل بقى ti zero دي بتساوي zero لغاية لما ده يكون كله تبعت لما يكون الحاجة اللي انا حطيتها في s-buff zero يكون كلها تبعت فهو هنا بيرجع لما انا بحط s-buff zero بتساوي رقم او بتساوي القيمة اللي كانت موجودة عندي هنا في الـ buffer ده هو بيسيك بيبتدي هنا transmission ولما يرجع تاني في الـ loop هيفضل واقف هنا في الجزء اللي هو في الـ y loop دي وي loop دي فاضية بيسيك متنمانش حاجة مستنية بس لغاية لما ti zero يرجع يساوي واحد او لما يرجع يساوي واحد يبقى معنا كده transmission خلص فساعتها يقدر يصفر ده تاني عشان يرجعه تاني زي ما كان ويبعط بقى الـ word اللي بعد كده وهكذا هالغاية لما خلص الـ buffer بتاعنا ده كله طبعا لو احنا بنتكلم عن ان احنا عملنا بـ pulling ممكن نعملها بالشكل ده لو احنا عملنا بـ interrupt service routine ممكن نعمل نفس الجزء دوت في جوه الـ interrupt service routine بتاعنا في الحقيقة الجزء بتاع السير الـ communication احنا خدنا منه حاجات بسيطة وهي الجزء بتاعه UART بس طبعا في عندنا باس تانية موجودة برضو في نفس الـ device الـ SPI او SMBUS كلهم برضو مهتمدين احنا برضو منبص على الـ SFR المقابلة ليهم ومنهم نستنتج بعد كده الـ programming بتاعهم بيكون عامل ازاي الحقيقة دي اخر محاضرة فيه الكورس بتاع السيليكون لابس اللي هو بتاع الـ university program وبانصح الناس الحقيقة كلها انها تحاول تـ implement بعض الحاجات اللي تكلمنا عليها وتاخد شوية خبرة في الـ programming بتاع المايكرو كنترولرز لان هو الحقيقة الـ AT51 من ابسط ومن اكتر الـ devices المستعملة في applications كتيره وممكن نعمل بها الحقيقة بعض الـ applications اللطيفة جدا في الـ biomedical devices ابتدي بقى series تانية بعد الـ series D هنتكلم فيه على ARM processor وده يتطبر واحد من الـ processor المعقدة شوية اللي هي تتطبر advanced شوية بالنسبة الـ AT51 والحقيقة من الحاجات الكويسة ان احنا ناخد كزا مايكرو كنترولرز عشان نشوف الفرقات بينها ومنها الحقيقة نقدر نستانتك بقى او نقدر نتعامل بعد كده معاي مايكرو كنترولر تاني نقدر نقابله والحقيقة طبعا زي ما احنا عارفين مايكرو كنترولرز بقى الـ devices في غاية الاهمية موجودة في applications كتيرة جدا منها فمهم جدا من نسبة لنا ان احنا نعرف نستعملها ازاي في الـ applications بتاعتنا ونقدر ان احنا نفكر انهي device اللي ممكن تكون انسب لنا ونختارها ونقدر نستعملها بشكل efficient ترجمة نانسي قنقر